قم بتبسيط 3A للقوة 5 على 9A تربيع ضرب A للقوة 4 على A للقوة 3 وقبل أن نبدأ بعملات A يمكننا أن نبسط الثلاثة والتسعة فكلهما يقبلان قسمة على ثلاثة لذا دعونا نقسم البسط والمقام على ثلاثة إذا قمنا بقسمة البسط على ثلاثة فسنحصل على واحد وإذا قمنا بقسمة المقام على ثلاثة سنحصل على ثلاثة إذن يمكن تبسيط هذا المقدار إلى 1A للقوة 5 ضرب A للقوة 4 أو ربما يجب أن أقول A للقوة 5 على ثلاثة A تربيع ضرب A للقوة 4 على A للقوة 3 الآن إذا قمنا بضرب العبارتان سيكون الناتج في البسط 1A للقوة 5 ضرب A للقوة 4 ولن نهتم لأمر الواحد الآن لأنه لن يغير من قيمة العدد إذن لدينا A للقوة 5 ضرب A للقوة 4 في البسط ولدينا ثلاثة إذن ثلاثة ضرب A تربيع ضرب A للقوة 3 في المقام ولدينا عدة طرق يمكن أن نبسط هذا المقدار من خلالها وهو ما يسمى أحيانا بقاعدة ناتج القسمة ومضمونها أنه إذا كان لدينا A للقوة X على A للقوة Y سيكون الناتج A للقوة X ناقص Y ولتفهم سبب النجاح الخاصية دعونا نفكر في A للقوة 5 على A تربية A للقوة 5 تعني حرفيا إذن A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A ضرب A إذن هذه عبارة عن A للقوة 5 ولدينا A تربية وسأفكر بها هنا إذن لدينا هذا المقدار A تربية أي A ضرب A هذه هي A تربية الآن يمكننا أن نلاحظ بكل وضوح أن البسط والمقام كلاهما يقبل القسمة على A ضرب A أي يمكننا أن نقسمهما على A ضرب A إذا قسمنا البسط على A ضرب A سنتخلص من A ضرب A وإذا قسمنا المقام على A ضرب A فسنحصل على 1 فما هو الناتج النهائي الذي حصلنا عليه؟ حصلنا على A ضرب A ضرب A على واحد أي A ضرب A ضرب A A ضرب A ضرب A لكن ما هذا؟ هذه هي A للقوة 3 أو A للقوة 5 ناقص 2 إذن لدينا 5 ونريد أن نطرح 2 منها فيتبقى لدينا 3 يمكننا فعل نفس الشيء هنا يمكن تطبيق قاعدة ناتج القسمة وسأقوم بها من خلال طريقتين لذا دعونا نقوم بتطبيق قاعدة ناتج القسمة على A للقوة 5 و A تربيع وأيضا دعوني أقوم بها بهذه الطريقة دعونا نقوم بتطبيقها على هذان المقداران ومثلما نطبقها على هذان هنا ويجب أن لا ننسى أن لدينا ثلث أيضا إذن يمكن تبسيط العبارة كالتالي ثلث ضرب إذا قمنا بتطبيق قاعدة ناتج القسمة على A للقوة 5 على A تربيع سأقوم بذلك هنا سيكون الناتج A للقوة 3 وإذا طبقناها على A للقوة 4 على A للقوة 3 سيكون الناتج سأكتب بنفس اللون الأزرق لا ليس هذا اللون A للقوة 4 ناقص 3 أي A للقوة 1 ويمكننا تبسيطها إلى A للقوة 3 ضرب A A للقوة 3 ضرب A حسنا دعوني أفعل هذا هنا وقبل أن أعيد كتابتها نحن نعلم أن A للقوة 3 ضرب A للقوة 1 تساوي A للقوة 3 زائد 1 لدينا الأساس نفسه وبالتالي يمكننا جمع الأسس نضرب A بنفسها ثلاث مرات ومن ثم نضربها بA واحدة فيكون الناتج A للقوة 4 إذن يصبح لدينا A للقوة 4 هي عبارة عن A للقوة 3 زائد 1 ومن ثم علينا أن نضرب المقدار بثلث إذن سيكون الناتج الثلث A للقوة 4 أو يمكن كتابته كالتالي A للقوة 4 على ثلاثة الآن الطريقة الثانية لحل المسألة تكون عن طريق تطبيق حاصل الضرب أو أن نجمع الأسس في البسط ومن ثم نجمع الأسس في المقام لنتبع هذه الطريقة أولاً فإذا قمنا أولاً بجمع الأسس في البسط بالتالي لا نطبق قاعدة ناتج القسمة نطبقها لاحقاً ونحصل في البسط على A للقوة 5 ضرب A للقوة 4 أي A للقوة 9 هي 4 زائد 5 ثم لدينا في المقام A للقوة 3 ضرب A للقوة 2 نقوم بجمع الأسس لأن لدينا الأساس نفسه فيكون الناتج A للقوة 5 ولا يزال لدينا ثلاثة في المقام حيث لدينا ثلث فيمكن أن نكتبه على صورة ثلاثة في المقام الآن يمكننا أن نطبق قاعدة ناتج القسمة فيمكن أن نقول انظر لدينا A للقوة 9 على A للقوة 5 A للقوة 9 على A للقوة 5 يساوي A للقوة 9 ناقص 5 أي A للقوة 4 وبالطبع كل هذا مقسوماً على ثلاثة ثلاثة وقد حصلنا على نفس الناتج باستخدام الطريقتين وقد حصلنا على نفس الناتج